السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة اليوم ان شاء الله سوف نقول لكم كيفاش تشباك دي الشبكية معنى اكبر محل الفصلة دي الكدير الشبكية من زمان يعني ماشي اول مرة و هنتم اتبع معي المقادر عفوا ماشي المقادر غير طريقة كيفاش كي يخدموا و صراحة طريقة شبك دي المغيرة عليهم ولكن بها الطريقة هدي جاتني سهلة و دا اخر حل باش انكم تعلموا الشبكية تشبكوا و تخدموا من ديوركم الاغلع جينة الشبكية ان شاء الله غدي نديرها معكم خاصة ندير معكم طريقتي ولكن المقومة بطبيعة الحال و هدي دي المحلات اللي كي ما كتعرفوا بها الطريقة هدي دار جرسة كبيرة و اطلق هاغي بالمدلاك فوق طويلة العمل كي ما رحتو بحلاكة سافي من بعد غايو اللي يسرح بها الطريقة هدي يعني هما كيخدموا بكمية كثيرة سافي و كيخدموا بجرارة يعني بها الطريقة هدي كيبقوا يميلوغي يديهم شي شوية و كيبقوا يديرو الخطوط يعني كما احنا كنديروغي بوحدة بوحدة هما متعودين يعني كيديرو هاد شي يعني كنديروه استاديا للشرطات احنا كنديروه كنديروه استاديا للشرطات هنا يبقوا ما كيخدم يعني بالزربة و سافي مشات يدوم على الشبكية تقريبا 13 او 14 عام دي الحرفة يعني بقيت كنقول لغير بشوية و ما عرفش كباش يدير بشوية عاد والله كيقول لي واخا دار بشوية باش انكم تفهموا حتى انا بقيت كنجربت اللولة و الثانية و الثالثة و الحمد لله في الثالثة اصدقات معايا و هانتوما غير داركزو و ان شاء الله كل شي غادي تعلمي الشي باقي هانتوما كيما لاحتو هوا غير معانا دابة وحدة يعني طريقة سهلة هانتوما كيما لاحتو كتجينا بحل ورده في القلي و زوينا و ان شاء الله و زوينا و حتى الشكال ديالها كتجيز بينا هانتوما كيما لاحتو هانتوما كيدير وحدة على وحدة و يجمع هانتوما هات الجوج هادو كيدير لهم هب هالطريقة هادي كيهبطها من تحت كيطلع عليها الجوج للفوق وهذا السابع اللي كيبقاء اما كتحيدو ولا كتخليوه بحلاكة و كتبدأو تقلبو هانتوما كنت بدهو تقلبو صافي وبهات الشكل هذا هانتوما غاي عاود معاكو محتاخرة كديرو جوج لزحت فوقها عليها جوج كنديرو جوج فوق جوج فوق جوج يعني وكي بده يقلب بها الطريقة هادي هانتوما كيما لاحظتو هانتوما كيديرو جوج على جوج فوق جوج فوق جوج فوق جوج هما كيديرو اما 6 اما 8 او حدا فيهم هانتوما كيديرو بها الطريقة هادي وكيفتح ساهلا كتجي وهانتوما كيما لاحظتو جوج تحجوج يعني صراح الفيديو شرح نفسو كنتمنى انكم تجربوها يعني ساهلا سافي هادو غاي كيبقي كيدير العدد دي السطورة ديالو يعني كيجيدك شي ماشاء الله مقسم سافي بها الطريقة هادي سافي بها الطريقة هادي وكي يورك على الجنب فس اولتو علش قالية بشب في القلية ما كتتحلش نهائيا جوج فوق جوج وهانتوما كيديرو جيد دار كل امرو خطي متعلو ولشي حاجة يعني مايشي كي كي كمشوها ولشي حاجة كيديرو اصاق ثم يدرها في الزيت اللي كتكون سخونة كتقلة وهذه هو العسل في كتديره صراحة الطريقة العسل دي لهم خطيرة جدا وعروا كيصيبوا اغفة الدار يعني كيصيبوا عندهم اغفة الماحل وزمينة كتفقشات دف العسل صفو كتدورها بحد شيكس كاسها كيكون كبير وكتقدس تختار ذاك العسل من تحت وكيبعودوا صفو ويخدموه بها عادي هاتوا بطريقة واضحة سهلا كيدروا ستا ديال الشرطات يقلب ويحط جوج على جوج على جوج قلب حل صف كنت بالتأكد وعلى دول الفيديو ديال اليوم كنتمأن الفيديو اعجبكم تكونوا تعلمتم شو شوية وووو، صحو راحة وكنتمأن أنكم تجربوها بهاتطريقة هادية سهلة و بسيطة و إن شاء الله غنضير معكم فيديو خاص من الأول حث الاخير بدية الشباكية وطريقة ديال الناس ان شاء الله غدا نحطر لكم غدا ان شاء الله بحول الله وبسلام عليكم والبنات الى الفيديو جاي ان شاء الله مع موصفة جديدة وباي باي